يسأل عن تفسير الظلم الوارد في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أخي خالد بارك الله فيك هذه أشكلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت فلما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه يعني ما في أحد إلا و يحصل منه ظلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول الله على لسان العبد الصالح نوح عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فعندنا قاعدة في التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا وهذه الخطوة الأولى من خطوات التفسير فالنبي عليه الصلاة والسلام استدل بآية على تفسير آية أخرى وهي أن المقصود هنا بالظلم الشرك لأن أظلم الظلم الشرك بالله حينما تعبد غير الذي خلقك و تلجأ إلى غير الذي خلقك و رزقك و مالكك سبحانه وتعالى هذا من أظلم الظلم فإذن يا أخي الفاضل معنا الظلم هنا الشرك